لا تتوقف المساعي العمانية عن التواصل مع كل الأطراف لما يفضي لتسوية سياسية في اليمن آخر تلك المساعي لقاء وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن ضمن إطار التوصل لاتفاق يضمن أمن واستقرار اليمن عدة ملفات سياسية كانت مدرجة في أجندة المباحثات بين الجانبين الذين يملكان تأثيرا مباشرا على أطراف الحرب هذه المرة قدم بن علوي تفسيرا لتطورات الأخيرة إذ قال إن هناك رغبة من السعودية والحوثيين للتوصل إلى اتفاق مشيرا إلى أن ذلك يأتي مقدمة لإيجاد حلول واسعة في منطقة شرق الأوسط كان الوزير بن علوي قد استبق لقاءه ببومبيو بلقاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر وهو الذي كان قد أكد ضرورة أن تنخرط السعودية في حوار مباشر مع الحوثيين وينظر إلى زيارة بن علوي باعتبارها تتويجا لزيارة نائب وزير الدفاع السعودي المسؤول عن الملف اليمني في المملكة الأمير خالد بن سلمان والذي أظهر مرونة في التعامل مع الأزمة ضمن جهوده ليبدو جديرا بأن يكون نائبا لشقيقه محمد بن سلمان في ولاية العهد وما يظهر مؤكدا هو أن مساء مسقط تأتي في سياق الأحاديث المتكررة عن لقاءات مباشرة في القنوات الخلفية بين مسؤولين السعوديين ونظرائهم الحوثيين خلال الأيام الماضية وهو تطور كان يخبو مؤقتا مع زيادة حدة المعارك الأخيرة في الساحل الغربي والغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية غير أن لقاءات ابن علوي الذي ترتبط بلاده بعلاقات وثقة مع إيران الداعم للحوثيين جددت التأكيد على أن الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل ما لم يطرأ أي مستجد